السلام عليكم المخرج محمد عبدالعزيز موهبة كريم عبدالعزيز فاجأتني ورفضت ان يمثل في البداية بشدة قال المخرج محمد عبدالعزيز ان نجله الفنان كريم الحي العزيز موهوب جدا لافتا الى انه لم يتخيل ان يستمر في المجال الفني واضاف خلال اللقاء لبرنامج جيمس بوتليت المذاع عبر فضائية صد البلد مساء الخميس كريم موهوب جدا وفاجأني شخصيا ارسلته في الثانويات العامة الى الولايات المتحدة الامريكية حتى يجمع بين الفرنسيات والانجليزيات على اساس دخول كلية مختلفة لكنه قرر الالتحاق بمعهد السينما وذكر ان ابنه قرر الالتحاق بقسم الاخراج في عامه الدراسي الاول بالمعهد وكان متميزا فيه لكنه طلب بعدها لانتقالوا الى قسم التمثيل قائلا انه رفض ان يمثل بشدة واكمل عنصر الضغط كبير من اثنين احبهم حسين كمال ويوسف شاهين قالوا لي سيبه يختار طريقه الليه وعويزه ما تدخلش في اختياراته خالص ولفت الى ان كريم رشح بعد ذلك لدور في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوى مضيفا من هنا بدأت حياته امام الكاميرا وليس وراءها وما يطمئن انه دارس كويس وفاهم دراما واخراج وعدسات وكادرات والزوايا الدرامية والامر ينعكس على اغتياراته واكد ان نجله يختار بشكل جيد ويحقق نجاحات فاجئته شخصيا مشيدة بدوره في مسلسل الحشاشين الذي لعب كريم عبدالعزيز بطولته خلال موسم رمضان 2024 وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم